لم تنتظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر طويلاً قبل أن تتدخل على أعلى المستويات لاستعادة من وقع في الأسر من الجنود السعوديين في المعركة التي دارت أواخر أغسطس الماضي في كتاف بمحافظة صعدة جانب أساسي من المهمة التي يقوم بها رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في ثالث زيارة له إلى اليمن خلال أربعة أعوام كان يمكن أن يبقى طي الكتمان لو لأن فضحه البلاغ الصحفي الصادر عن اللقاء الذي أجره المسؤول الدولي مع عضو المجل السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي بصنعاء في اللقاء الذي كانت بندقية محمد علي الحوثي هي الحاضر الأبرس في لقاء نجمعه مع رئيس أكبر منظمة دولية تُعنى بالسلام وبمداوات جراح الحروب أكد الحوثي أن جماعته ستأخذ طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخاص بزيارة الأسر السعودين على محمل الجد تلك إذن هي المهمة الأساسية لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يزور صنعاء بيتر مورر تلقى طلبا من الحوثي لتقديم ما اعتبره معالجة حقيقية للمشكلة المترتبة على زيارة سابقة لمسؤولي اللجنة إلى مواقع احتجاز الأسرى والمعتقلين التي كانت تحالف يستهدفها عقب هذه الزيارات مع تأكيده استعداد جماعته لتزويد الصليب الأحمر بإحداثيات مقرات سجون الأسرى الجدد ليطالع بمهمته لتجنيبها قصف التحالف لأسرى في المستقبل على حد تعبيره اللافت في هذا اللقاء طلب تقدم به الحوثي لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن يكون للجنة دور في إعادة معتقلين من أصول يمنية يحملون الجنسية الفرنسية وتم القبض عليهم قبل سنوات بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة بحساب طلبهم وكذا استلام إعادة يمنيين قال إنهم ينتمون إلى التنظيم ذاته في محاولة على ما يبدو لربط أجندة الحرب الحوثية على اليمنيين بمواجهة الإرهاب قبل أن يصل إلى صنعاء زر بيتر مورر العاصمة السعودية الرياض والتقى وزير الخارجية محمد الحضرم في وقت عكس فيه البلاغ الصحفي الصادر عن الاجتماع طبيعة هذا الاجتماع الذي لم يتجاوز حدود اللقاء البرتوكولي ولم يكن سوى غطاء للقاءة غير معلنة أجرها مورر مع المسؤولين السعوديين في يوليو من عام 2017 كانت المحطة الأولى لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي العاصمة المؤقتة عدن عندما كانت الحكومة هناك وفي الزيارة الثالثة لم تعد عدن متاحة كما هي بقية المناطق الخاضعة للشرعية والتي تعاني من آثار الحرب وتداعياتها الخطيرة وظلت بعيدة عن زيارة مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما هو حال آلاف الأسرى من طرفي الحرب المحليين غير السعوديين الذين لا يلتفت إليهم أحد